بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد وطيب مليء بالنشاط والحيوية كما راكم تشوفو البنات حبيبات قلبي اليوم راح نشوفو وصفة بنينة سهلة وسريعة زالي يقول اللي كنتو عدتكم بي على طريقة ماما ربي يحفظها اليوم حنشوفوها من الالف الى اليوم كما قلت لكم سريعة وبسيطة اكيد البنات الوصفة نخليها لكم مكتوبة في موقعي كوكباد وفي اخر الفيديو كي موعدكم نعط لكم بعض الوصفات اللي حطوهم الاخوات في مسابقات تحدي الشاف الذهبي راني خليهم لكم في اخر الفيديو بعد من تطبيقات الاخوات بالتوفيق ويعطيكم صحة او شنرفتو الجزائر كما كم تشوفو جي جواز وجي بنينة لصوص جي خاثرة كما كم تشوفو اللي يحب الفلفل ثاني يجي فيها قرن فلفل يجي بنينة 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 هذه طريقة ماما نحبها يعني يجي بنينة كاين بزاف هم الطرق شوفوا اللي بنات ما تقولوا ما تجيش بنينة مانا هي مسألة كيفاش تنصبي تسمي بسم الله قبل ما تنصبي كيف حتى تتبلي الأكلة التاعة كيف حتى تمرقيها كيف حتى هذا ليس شيء بل كيف نقولوا نحن طيبي وخلاص خلطي وقفلي أهام نروح المقادير واش نحتاجه لبنات نحتاجه هنا هبيرة كما يقولون هلحم نحتاج حبة بصلة ها هي كي الحم كيف تحبو حبة بصلة سنينات ثوم حبة طماطم مصبرة طماطم علب وزيت كما كنت شفوه هنا زليق ونظفتو وغسلتو وحطيتو يغلي غلية ولازوش في الماء وبعد نحطوه في الماء الباد هنا يا فلاشوار وش رح ندير رح نحط سنينات ثوم ونحط الطماطم طماطم البنت دائما 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 شوفوا قدمت كون طماطم حلوة ومليحة قدمت طماطم طماطم حمضة تحمضنا الماكلة دائما نقول لكم كي تعد طماطم حمضة اكسروا لها الحموضية بشوية سكر كما كنت شوفوا لها تسنينات ثوم وطماطم والبصلة هنا كتعد طماطم ما فيها شل مالوحي شوية ما باش كيت ترحي البصلة والطماطم جيك سهلة في الرحيان هنا راني نرحي بعد ما رحيت هنا نرحب نرحي مكذب شاريكم اللي تحب طرابي والله كل واحدة كيفاء طريقة في تحضير الاطباق نتاوحها هنا نحط فلاكوكوت نحط الخليط اللي كنت ترحيته نحط الهبرات تايتها الحموة ليش سنكثر هنا تحبي تدري يعني تقدر تدريها بالدجاج بالصح لحم عنده ذوق خاص في الاطباق هنا سوف نضيفها بالبطاطا هنا على حسب عدد عدد الافراط بتاعك والله كما تحبي سوف نضيف اغداء وعشاء رح تطيب بها بلك اغداء هنا تبقى كل واحدة وكيفاء هنا البطاطا البناتاني نقطع فيها مربعات هاكا ونحطها مندير هاشر قيقة بزاف ومندير هاشخشينا هاكا ومندير هاشر قيقة بزاف او مربعات سخارة البنات خاطر منجي طيب هذك الحموة وكما نعرف الماكلة باش تجيكتاني يبنينا هذك الحم كل ما طاب زبدة كل ما الماكلة تجيبنينا كل ما الحم هذك يطلق العصارة ونكه هتاعو وكما يطيبش الحم مليح يعني اللي تشاطرني رأي تخليلي تعليق كما يطيبش الحم مليح يكون مخصوص حتى بالبنة على ذلك الطبق يتلقيه مخصوص درت شوية زيت مانيش هنكثر ودرت حوالي ملعقة قهوة او نصف ملعقة اكل اسمن مانيش هنكثر لانه اصلا الهبرات تعل الحم هذك فيها شوية شحمة راح ندير شوية ملح هنا الملح حاولو كيما تقول لي ماما تجينا مكلة مسوسة من بعد تزيدي لها الملح خير من تجي ملحمة عندها حتة حل ندير شوية راس الحانوت نزيد ندير شوية فلفل اسود ندير شوية سورة ندير شوية كوركوم ندير شوية زنجبيل ندير شوية زنجبيل ندير شوية فيه الاحمر اللي هو البابريكا اللي ما تحبش الحار تدير بابريكا اللي ما هيش حارة نورمال هنا بعد مغلالي زاليقو كمبنات صفيت وحطيته في ما بارد هنا جبت مقلاء وحطيت فيها شوية مزيج بين الزيت والزبدة وراني نحمص في الزاليقو هذك حتى انا نحب نحمصه علواه يعطيني ضوق خاص خل من اللحم مباشرة كايني اللي زاليقو يلوحوهم ديراك يعني ما يغلي وهيصفي هو يلوحو لا تبقى كل واحد كيفا هنا نشتي نحمصه هكا في شوية زبدة وزيت و تحبي تديري لوحتة شوية ملح وفلفل اسود لكن كما قلت لازم تأسي روح شوية على الملح بيش ما تجيكش ملحة بعد ما حمصته في مليح زيت ضفته على الخليط لخطر كنت حطه على نار ناقصه هو يتقلة الحد الان ما زال ما ضفت شرمان ابنات لك انا كنت لاحظه الحد الان خليت الحم هذك يتنكه معلي زي بيس والبصلة باش لوح تلهم هذك ازاليقو يقليته مش يقليته حمصته بالاحرى بعد ضفت لها ماء سخون ما نعمرش بزاف الماء خطروا شاني بغيتو بغيتو يجيني جواز يعني اجي بطاطا طيب زاليقو طيب والحمي طيب وفي نفس الوقت تكون عندي لها سوس كاينة وخاطرة ما تكون ش ميها ما تكون ش بزاف وما تكون ش ناشفة اكيد دائما المطلوع اللي ما يخطينيش ناشى البنات وراني دائما دائما نقال نفس التعليق شوفوا حبيبات يا راني درت لكم قداش من فيديو اكتبوا مطلوع دي لغ سيهم ذو كي يخرج لكم وان شاء الله ندير لكم الطريقة اللي تتعجل باليدمع انو نعت لكم قبل هنا كيما راكم تشوفوا البنات بعد ما طاب شوفوا اللون شوفوا القوام يعني واحد دورة هو يهضر انا بغيت لصوص تكون عاقدة وما تكونش طبيب ما يكونش ناشف من اللاصص باش هكا كل شي نعطيه لو حقه الخضراتي طايبة زاليق وطايب لحم طايب زبدة هذي ونقدمها اكيد دائما الاكلام ما تتكلى تتحط عفوا او تقدم سخونة وكل واحد كيف كاني ما يحبش الماكلة سخونة بزاف كيما انا وزوجي كان يفرق انا نحب الماكلة اللي تكون سخونة وزوجي يحبها بين الدافية والباردة اناي الماكلة وما تكونش سخونة مستحينة كلها ها واكي الطبقة تعنا في في حلاته او في سحن التقديم وفي طاولة اه دائما نحاولو نحطو طاولات شهي هكا تفتح النفس اه ما نشرب حين شرب حين من اه من عمرنا ما نحطش طابلة ما نحطاش غير الضياف هالبنات حتى انا محتاجة اني تكون طابلتي معدولة اه اوناكو نفسيتي تكون مرتاحة مايش برك غير الضياف لي نعدلونهم حتى انا عدنا حق اننا ناكلوا في مكان يليق بنا اه سوخت المرأة راهي تتعب توقف الطيب ودير في الاخير تاكل غيرها كاكلة حتى تي من حقك تعدلي طابلتك وتاكلي كيفك كيف الضيوف والله والله مثلا واحدة عزماتك والله المهم اه كما كم تشوفون الفلفل البنات هما يخطينيش بزاف البنات يقولوا لي اه سيهم اه تاكلي بزاف الحار الله غالب تعوت من اللي كنت صغيرة كما يقولوا لي اسطومان تعي دبغت على الحار صاي واسطومان تعي صاي اه عندها الحار حاجة عادي جدا اه كاكل واحده كيوا والف كاين لي والف من صغره يأكل حار كاين لي ما هو شمعتات كاين لي مريض اه احنا نناكلونها ربي كما نقول حنا قدر الله واحد مرضون حاله طبيب هذه الساعة حديث ولا حرج هذا هو الطبق متعنا نعود ونكرر نخلي لكم الوصفة مكتوبة في موقعي كوكبات ونخليكم مع تطبيقات في اخر الفيديو تطبيقات الاخوات الحبيبات اللي شرفتوا الجزائر وصفاتكم اللي راكم تحطو فيها في الموقع المسابقة وان شاء الله ان شاء الله ما بقاش رح لي كثير ما بقى غير قليل وراني متحمسة ستكوني متحمسة 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 باش نشوف اه كل وحدة الكتاب الالكتروني ونحمله عندي ونخليه ذكرة اه عندي ان شاء الله وباذن الله رح نجرب اكيد وصفاتكم اه ان شاء الله ونعطي لكم انا هذا المرة رأيي في اطباقكم ما بقى لي غير نقول ما بقى لي غير نقولكم في امان الله وفي الملتقى لنا رقاء في فيديو جاي روتين او وصفات او اه كما تحبوا الان خليكم مع تطبيقات الاخوات حظ موفق للجميع اشتركوا في القناة